الكبر عديا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحرام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وأهديناه الحكم صبيا وحلالا مثلنا وزكاة وكان تقيا ومر بوالدي ولم يكن جبار عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يبعد حيا واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرعيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمان منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشرا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي يهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جفع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلا داها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك زريا ومزحي إليك بجلع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقلي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحملوا قالوا يا بريم لقد جئت شيئا بريا يا أختارون ما كان أبوكم رأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عدد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأمصاري بالصلاة والزكاة